في الأمور والاعتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد يا رسول الله أنك أرسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهواء وهديتنا إلى الواحد الديان أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا وما زلنا في ظل عرش الرحمن اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين والسامعين قل آمين آمين يا رب العالمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وصدق الحبيب النبي تكلمنا عن الإمام العادل وتكلمنا عن شاب نشأ في عبادة الله واليوم إن شاء الله عن رجل قلبه معلق بالمساجد يا أخي الحبيب أيها المشاهد الكريم لو نظرت في كلام رسول الله لوجدته يقول رجل قلبه معلق بالمساجد كأن هذا القلب كالنجفة في المسجد في بيت الله لا يستريح ولا يهنأ ولا ينعم ولا يشعر براحة البال إلا في بيت الله لا يأنس إلا مع الراكعين مع الساجدين مع التالين للقرآن مع البكائين مع المكبرين مع المهللين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على بلال فيقول أرحنا بها يا بلال لو سألت أحد المشاهدين الآن فقلت له أين تستريح تشعر بالراحة النفسية في أي مكان فيقول قائلهم في النادي ويقول الآخر في مركز الشباب ويقول الآخر على الشاطئ ويقول الآخر أمام الشبكة العنكبوتية ويقول الآخر على حلقات التواصل الاجتماعي ويقول غيره في السباحة ويقول غيره في الرماية ويقول غيره في ركوب الخير إلى ما لا نهاية إلا أن هناك رجل لا يستريح قلبه ولا يستريح بدنه إلا في بيت الله أتدري أن هناك مزايا لمن ينشأ في بيت الله لمن ينشأ في مسجد الله لمن ينشأ في هذا المسجد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل منه مضاراً ودوراً للعلم وحلقات للتواصل بينه وبين صحابته كان يستقبل فيه الوفود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس فيحكم فيه بين أصحابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الأسر المسلمة تعيش في سلام بل يحل بعض المشاكل لغير الأسر أو للأسر غير المسلمة كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من مزايا رجل قلبه معلق بالمساجد أنه لو ساهم في إنشاء مسجد ولو بلبنة ولو بمصباح ولو بأي شيء ولو قليل ولو بجنيه واحد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة بل اسمع ربما يقول قائل من المشاهدين الآن مسجده يا عم الشيخ المسجد الآن يتكلف حوالي مليون أو اثنين أو ثلاثة أنا جب منين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاه القطاه طائر صغير كالعصفور ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتاً في الجنة صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله هناك من يحب المساجد عندما حرمنا من الصلاة في المساجد لهذا الوباء اسأل الله في علاه أن يرفع عنا هذا الوباء وعن العالم أجمع يا رب العالمين قل آمين بالصلاة على رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله عندما منعنا من مساجد الله علمنا قيمة هذا المسجد المبارك علمنا كيف نقف أمام الله ونقول يا رب وهو يقول لبيك عبدي لبيك وسعديك لا يسمع بك أحد إلا الله تشكو إليه ما ألمك تشكو إليه ما أهمك تشكو إليه ما أغمك تشكو عنده كربك وحزنك تخرج من المسجد وقد ذهبت الهموم والغموم والكرب بقدرة من يقول للشيء كن فيكون أتدري أن من يقوم حتى على نظافة المسجد له مكانة عند الله وعند رسول الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار حبيبك النبي كانت هناك امرأة تسمى أم محجن هذه المرأة فقيرة مسكينة لم تذكر كتب الصيرة عنها أنها من عائلة فلان أو من قبيلة فلان أو زوجها فلان أو ولدها فلان لا وربي إنما ذكرت الكتب أنها تقم المسجد أي تقم مسجد رسول الله هل صليت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله ماتت هذه المرأة أم محجن المسكينة توفيت ولكل أمة أجل فإذا جاج لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا ماتت بليل غسلت كفنت حملها جمع من الصحابة صلوا عليها ودفنوها جاء الصباح سأل عنها رسول الله أين أم محجن قالوا ماتت بليل يا رسول الله فغسلناها وكفناها ثم صلينا عليها يا رسول الله ودخلت في قبرها فقال النبي هل أخبرتموني حتى أصلي عليها رسول الله الذي يتكلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعاتب الصحابة لأنهم لم يخبروه بموتها حتى يقوم بنفسه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليها قالوا يا رسول الله كنت نائما متعبا خشينا أن نجهدك يا رسول الله قال دلوني على قبرها فمشى كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها حتى وقف على قبرها وصلى عليها رسول الله وصلاة رسول الله رحمة وصلاة رسول الله رحمة وصله بين العبد وربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا قيمة من يخدم المسجد بل أتدري أخي الحبيب أن المؤذن المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذن صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل يسمى عبد الله يقول قال لي أبو سعيد الخدري يا أبا عبد الله قلت له لبيك أبا سعيد قال إنك رجل تحب الغنم وتحب البادية فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك يا ترى لماذا يرفع الصوت قال فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة يا الله هنئا لك يا أبو علي أقصد المؤزن حسن لما أخي الحبيب لأنك عندما حرمنا من المسجد أنت كنت تؤذن وتقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر هذا النداء الجميل يا أخي الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل للمؤذنين مكانة في فتح مكة رسول الله بين عشرة آلاف مقاتل من الأنصار والمهاجرين يحبون الحبيب النبي يتقاتلون على نخامة رسول الله إن هذا رسول الله قالوا لبيك يا رسول الله إن أشار النبي ببنانه قام الجيش إن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان ليفتح خرج الجيش عن بكرة أبيه ما تخلف رجل فإذا برسول الله ينظر في وجوههم ويقول أين بلال؟ أين بلال بن رباح؟ لما تسأل عنه يا رسول الله؟ إنه مؤذن النبي صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فنادى الجيش كله يا بلال يا بلال رسول الله يطلبك أفسح له الجيش فمر من بين الصفوف لبيك يا رسول الله قال هل أم لتصلي معي في صحن الكعبة يا الله لم ينادي على أبي بكر ولا على عمر ولا على عثمان ولا علي ولا على طلحة ولا الزبير ولا على عبد الرحمن بن عوف ولا على سعيد ولا على غيرهم من الصحب الكرام إنما ناد على بلال الصحابة تعجبون لما بلال؟ لما المؤذن؟ لما هذا الرجل الذي كان قلبه معلق بالمساجد؟ قال رسول الله رأيتك تعذب على رمضاء مكة وحدك وأنت تقول أحد 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 فصل مع النبي ثم خرج مع رسول الله فقال له رسول الله يا بلال اصعد على الكعبة لما يا رسول الله؟ وكيف أصعد يا رسول الله ولا سلم؟ فوقف له أبو بكر ووقف له الفاروق عمر فوضع قدما على أبي بكر وقدما على منكب عمر وصعد على الكعبة فقال له أذن يا بلال فقال بلال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر النداء الجميل فإذا برسول الله ينظر إلى الكعبة ويقول والله إنك عند الله عظيمة وإنك عند الله شريفة وإن بلالا أعظم عند الله منك يا أخي الحبيب والله عندما تتوضأ في هذا الوقت وتذهب إلى المسجد فإن رسول الله فيما يروي أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف عن صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا طيب معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم يا أستاذ ضاحي ألو اتفضل يا حبيب السلام عليكم أزاك عم الشيخ الله استرك سلامك الله ربنا بارك في عمرك ربنا بارك في عمرك الله يباشكرنا في مسايق مصر يا رب اللهم أمين يا رب اللهم أمين يا رب اللهم أمين يا رب على رأسنا يا حق ضاحي مرحبا بأهل الصعيد الله يخليك كيف حال أهل صهاج طيب أستأذنك وط التلفزيون واسمعني من التلفون يا حبيبي طيب أزر صهاج إن شاء الله يا حق ضاحي حاضر تمام تعالي وقول لك على حاجة بس فقطعة من الشيخ يعني أمرني يا أبو عمه أنا تعبان وسل عاوز الحياة يعني عاوز الروق يعني تمام نعم عاوز الروق يعني عندك ظروف وتعبان أهو عاوز الروق يعني أي علاج هاي أه عايز تروك حاضر حاضر وعاوزنا حياة بس منك يعني ماشا انت عامل إيه في الصلاة يا حق ضاحي عاوزنا منك حياة تقولها يعني يا حق ضاحي الله محمد لله ومحمد لله والله بيرطل لي يعني كل بسان سيبع طيب يا حبيبي أكثر من الاستغفار وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكثر من الصلاة عليه كفاه الله ما أهمه وغفر ذنبه وأعطاه ما تمنى وإن شاء الله أجيبك حج ضاحي أي سؤال تاني يا حبيبي وعاوزك أدهل النحاية على مصر عن مصر أدهل النحاية على مصر مصر هذه بلد نشأت على أرضها وتربيت تحت سمائها وشربت من نيلها مصر ذكرت في القرآن مصر من قصدها من جبار بسوع إلا قسمه الله مصر هي الصخرة التي تحطمت عليها أكباد المعتدين في أنحاء العالم فاحمد الله أنك من أهل مصر بلد الأزهر بلد القرآن بلد العلماء بلد الأنبياء بلد الشهداء اللهم أحفظ مصر وأهلها والعالم أجمع يا رب العالمين معانا الأستاذ حسن السلام عليكم وعليكم السلام من ذاقفة الشيخ من أي لماكن يا أستاذ حسن من البحيرة مرحبا بأهل البحيرة فضل يا حبيبي ليه عندك سؤالين بس تحت أمرك الأول ما هو سواب بناء شيء في المسجد مثل الكلير مثلا حاضر حاضر والسؤال الثاني ما هو سواب دعوة الناس للصلاة في المسجد حاضر يا حبيبي طيب معانا سعد السلام عليكم طيب معانا سعد السلام عليكم حج سعد الزكا سيدنا الله يسترك الزكا سيدنا يا مرحب بيك يا حج سعد طيب حاول الاتصال مرة أخرى يا حج سعد بعد الاتصال قطي يعني طيب الأستاذ حسن طيب معانا الأستاذ ريجب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك فيك يا رب أنا معاي زوجي طبعا سنها حوالي سبعة واربيين وأنا في عزبة كامه ستين يعني واحد ستين أو تنين وستين ربنا بحب بعض قوي وخلفنا الحمد الله ومية في المية فأنا بصراحة ايه عاد اتجوز بصراحة عشاء الله تبارك الله قالت لي اتجوز تمام فقالت لي اتجوز لما دخلت في الموضوع جد الموضوع اتغير خالص بيقي ضرب نقف فأرجوك يا ريت يعني أرجع ولا ايه بالضبط وبعزها قوي قوي روحنا عمرنا وهيه وجوزنا وتمام واحفاد ومية في المية فأنا عادك يا شيخ بصراحة يعني والله يا حج ريب انت ري المحترم الله يبارك لفيك يا عبد فربنا يبارك في صحتك يا رب ويبارك في زوجتك يا رب ويجمع بينكم وفي خير وعلى خير اي سؤال تاني يا حج ريب انت عندك اي سؤال تاني غير انك عايز تتسوج وبعدين ما جي وقت الجد الزجعة عكست معاك درب نار ربنا استرع عليك وحفابك من النار تقولي بصراحة ريحني يا شيخ ماهما حج يا حج ريب انت ري المحترم الله يبارك فيك اه فهي خايفة لحد يشريك فيك مردياش طيب اجيبك ان شاء الله السلام عليكم مرحبا باهل اسوان السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طب استأذن حضرتك بس اخفض صوت التلفزيون انا لو سمحت عايزة اسأل حضرتك يا حضرتك الشخص السؤال مهم اتفضل يا حضرتك انا ابتلت بخصومة شديدة مع ست بتشهر عن نت علي من عشر سنين ولما دواير خصومة علي من الاهل والجيران اي حاجة قعدها لي بالمرصاد تسلطوا تديهم فلوس وبسبب خصومة نسلحكوا عليها قالولا قال دي في خصمتك ودي ماش سيباق والله يا شيخ ربنا يعلم انا لي عشر سنين ما شفت هذا الست لكن بالتاجر ولاقيت الموضوع جايب معاه فلوس على النت وبالتاجر بسمعت الولاية عشان تدخل لها مدخول ومستغل الخصومة البسيطة الاشكال البسيط اللي كان بين كان السبب بسيط خالص والست دي اساسا عشان كان عندها شوية مجموعة من التبليغيين فعشان خاطر كده متغاضة اللي انا جدمت فيهم محضر تمام عايزة تحميهم باي شكل ومستغل الخصومة والتشهر والتشنيع انا مش عارفة اعمل معها ايه ادي عليها والله ايمنا لله اجيبك ان شاء الله حاضر اي سؤال تاني شكرا طيب معانا الاستاذ حسن في اول سؤال بيقول يعني ما هو سواب لو انا حطيتكم الدير يعني تخيل يا يا ولدانا حسن ان رجل يقول الله اكبر ويقول سبحان الله ويقول سبحان ربي العظيم يشرب من هذا الماء فانك ان طعم منه هذا المسلم فانك قد رطبت على قلبه واعلم انك اذا رطبت على قلب وعلى كبد انس او حيوان او طير او شجر فانت من اهل الجنة ان شاء الله حتى كان سيدنا عبدالله ابن المبارك جاءه رجل فقال يا امام اشتكي قرحة في قدمي عنده يعني ربنا عافينا وعافيك زي دمل في القدم قال وذهبت الى امهر طباء العجم والعرب فلم يبرع قال اذهب الى مكان ليس فيه ماء فاحفر فيه بئرا فاذا شرب منه الانسان برأت ان شاء الله وفعلا ذهب الرجل في مكان ليس فيه ماء حفر بئرا فشرب منه البشر وشرب منه الطير والحيوان فبرئ باذن الله فهنيئا لك يا ولد الحبيب كذلك يعني سواب من ينادي فيقول الله اكبر وحي على الصلاة حي على الفلاح قلناها في بدء الحلقة انه من اطول الناس اعناقا يوم القيامة مصداقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب معنا الاستاذ احمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا حبيب فضل يا استاذ احمد الحضرتك كنت عايز نسأل حضرتك سؤال يعني انا اول مرة نضحي السنة ده ربنا يتقبل يا رب فانا عايز نعرف الايه اللي اطحية طبعا ان شاء الله احنا بشتركين فاربعة اللي اطحية عبارة عن ايه يا حبيبي بقرة مثلا بقرة كبيرة ان شاء الله تمام يا حبيب تمام تمام فيها اربعة فانا عايز نشوف اللي اطحية ان انا هتضحي ازاي يعني عشان اطبع الشرع حاضر يا حبيب اجيبك ان شاء الله معنا امو حمزة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله زي حضرتك ربنا يسترك يا امو حمزة لو صحت ممكن اتقل على سؤالين تحت امرك تفضلي السؤال الاول انا عايز اصوم يعني لله وكده وجوزي مش رافد وجوزي رافد طيب هو دوت ممكن اصوم ولا لأ انت هتصوم كده صيام نفلة صيام نفل يعني صيام لله كده مش عليك حاجة في رمضان بتقضيها تمام صيام نافلة صيام نافلة طيب حاضر اجيبك ان شاء الله معنا امت الله السلام عليكم يا امت الله حالوك السلامة الله وبركاته حالوك السلامة الله وبركاته حالوك السلامة الله وبركاته استأذنك اخفضوا صوت التلفزيون نعم تفضل سامعك ان شاء الله يا امت الله سامعك هل سامعك؟ سامعك يا سير حضرنتك تقول الرجل دعاتي المرأة جات منصب جمال تمام طيب يعني هل المرأة يعني نفس الوقتها ساعتما دعاها جات منصب جمال يعني محتفت محتفتش عنده ربنا يعني هل ممكن دلوقتي تحتسب يعني هي رفضت 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 يعني باش وقتها باش عند ربنا يعني ممكن تحتسب بان ربنا دلوقتي ده من خطرة من عشر فيه هي أرمالة يعني تمام تمام ربنا يسترك ويسعدك يا رب يا أمت الله سؤال طيب جدا 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 ربنا بارك في عمرك يا رب ويحفظك أنت وبنات المسلمين والمسلمات أجمعين أمين يا رب العالمين طيب أي سؤال تاني طيب معنى يعني سؤال الأصوان في خصومة شديدة وهناك ست وبتشير بيه على النت وبتشير ببعض عورات المسلمين أقول اتق الله يا من تستمعين إلي الآن اتق الله في اللسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعينوا بل اسمع بعدما تصلي على رسول الله قال النبي من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر داره وفي رواية فضحه في أهله اللهم اصطرنا بسيترك يا رب أنا والسامعين والمشاهدين الكرامة يا رب العالمين أمت ولي ذلك والقادر عليه فاتق الله لأنك ستقفين أمام الله وقفوهم إنهم مسؤولون السيد أحمد هيضح السنادي فبيقول يعني إحنا أربعة في الأطحية يعني بداية الأطحية يجب أن تكون خالية من العيوب العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والهزيلة التي لا تنقي كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين السن في الأطحية فقال من الضأن ستة أشهر من الماعز سنة من البقر يعني سنتين من الإبل خمس سنين وإن شاء الله يعني اعلم تمام العلم أنها إحياء لسنة الحبيب النبي ولنبي الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهي تقع عند الله بمكان وتأتي يوم القيامة بدمائها وبأشعارها في ميزان الحسنات إن شاء الله وأسأل الله أن يتقبل منه أم حمزة يعني بتصلي إذن تصلي نافلة ثم زوجها يرفض حبيبك النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تصوم يعني هي تريد أن تصوم نافلة لا تصوم امرأة بحضرة زوجها وهو شاهد حتى يأذن يعني يا أم حمزة يعني يا أختاه يا من تشاهدين هذه الحلقة المباركة الآن زوجك يعني في شغل وقعد له مثلا عشرين يوم أو خمسة وعشرين يوم بره وجاي خمسة أيام وانتم صممت صمي تلتاشر واربعتاشر وخمستاشر وجاي بعدهم الخميس أنا عايزة صم بصوم اثنين وخميس زوجك إذا طلبك بليل أو بنهار فلا تتأخرين عنه لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم امرأة بحضرة زوجها وهو شاهد حتى يأذن يجب عليك أن تأخذ الإذن منه أولا أمت الله يعني بتقول أنت بتقول يا عم الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وهي تعرضت لهذه الفتنة وصانت شرفها وصانت عرضها فهل تكون في ظل عرش الرحمن؟ إي وربي تكون في ظل عرش الرحمن كما كانت هناك امرأة في بادية وكانت في قافلة فإذا بأعرابي يتبعها فقالت ماذا تريد مني؟ قال أريد منك ما يريده الرجل من المرأة قالت انظر أنام كل من في القافلة قالت إي فذهب الرجل مسرعا ثم عاد قال نائم كل من في القافلة قالت انظر من ينظر إلينا الآن؟ قال لا ينظر إلينا الآن إلا النجوم قالت فأين مكوكبها؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ كذلك كانت هناك امرأة في بني إسرائيل ذكرها لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنها يعني أصابها الجوع والعطش والقحط والفقر وكان النبي تعوذ من الفقر اللهم إني عوذ بك من الكفر والفقر فإذا بها تأتي إلى رجل فتقول أريد منك مالا قال على أن تمكنيني من نفسك قالت له هذا عمل ما عملته قط فولت ثم اشتد عليها الجوع والفقر فعادت إليه فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجه إذا بها ترتعد قال لما ترتعدين هكذا؟ قالت هذا عمل ما عملته من قط وما أرغمني عليه إلا الجوع والفقر والحاجة والعوز قال قومي أنت تخافين من الله مع شدة الحاجة إلى الطعام والشراب والمال وأنا لا أخاف من الله تبت إلى الله تبت إلى الله والله لن أفعل هذه الفحشاء بعد اليوم وكان كفلا في بني إسرائيل فأصبح مكتوب على بابه غفر الله للكفل غفر الله للكفل فهنيئا لك يا أختاه أنك سمط العرض وهنيئا لك أنك سمط شرفك وحافظتي على عرض عرض أبيك وعلى عرض أمك وعلى عرض زوجك إن شاء الله طيب معنا تصالي للسة زروان السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ألو فضلي لو سمحت أنا كنت عير عندي بس سؤالين تحت عمرك فضلي أسمعك أول سؤال دلوقتي أنا عندي أخي ماشي بقى له عشر سنين بيدور على عروسة وبيدور على شغل للتنين وكل ما يروح مثلا لعروسة هي ترفض هو يرفض لو هي وصلت هو كده يعني تمام بس فرحة للشيوخ وحاجات كتير وبردو إيه يعني إيه الأمور بتاعته برضو إيه على طول يعني إيه مش متجسرة يعني تمام بس فأنا عايزها هو خريج أو ساة زروان نعم معاه كلية مثلا هو سوط وط شوية معلوشة طيب معاه كلية معاه إيه خريج يعني خريج معاه دبلوم معاه كلية ولا حاجة آه معاه دبلوم والشجة جاهزة وكل حاجة جاهزة أيوه أيوه وعنده كل حاجة تمام تمام حاضر السؤال التاني طيب تاني سؤال دلوقتي أنا والدتي كانت ندرة إن هي يعني كان فيه مواقف فقالت لو الموضوع ده عدى هي عدت بح خروف المهم إيه عدوا تمام وكل حاجة بس بدل ما دبحت خروف بقى تلقت لحمة يعني جابت الخروف ودبحته ووزعت لحمة لا ما جابتش الخروف ووزعت لحمة بس طيب حاضر أجيبك إن شاء الله معانا الأستاذ ساعدة السلام عليكم إزاكا سيدنا سلامه ورحمة الله وبركاته الله يسترك واحد الله سيدنا لا إله إلا الله من فترة اللي جانا عم كان معفوه كنت بصلي أنا وزوجي أنا ومراتي في البيئة تمام يا حاجة سعر هل هاخد الأجر بتاع جمع حاضر أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله يا حاجة سعر ماشي سيدنا أي سؤال تاني ربنا يبقى معي عيل اسم حسن باتحيل عليه سيدنا عشان يصلي باتحيل عليه وبعيط له عشان يصلي عنده كم سنة يا حاجة سعر ده رجل ومخلب ثلاثة عائلة سيدنا ده هو المفروض يعيط يعمل حاجة سعر يتسلم عائل إلا أنا جاي معل على كل موعدة سيد أنا جاي وراكه أنا جاي وراكه حاضر فأعمل إيه فيه حاضر أجيبك إن شاء الله يا حاجة سعر حاضر معانا في سؤال للأستاذ روان يعني بتقول لأخي كلما ذهب إلى عروس إما أن ترفض وإما إيه إنه يقول لا أنا مش عايسها يا أخي الحبيب يا ولدي الحبيب عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنا هقول لك دعاء ويريت يا أستاذ روان لو معك ورقه وجلم اكتبي وراي لو معك يس ورقه وجلم بتابع الحلقة بعد ما ترفع إن شاء الله على قناة الصحة والجمال دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله جربته عن نفسي يعني حتى في زواجي أنا أنا أب الآن لأربعة أولاد والحمد لله أعيش حياة سعيدة مع زوجتي أسأل الله أن يسعد بيوت المسلمين أجمعين عندما تصلين ركعتين بنية قضاء الحاجة أي واحد عنده يعني طلب من ربنا يعمل كده إن شاء الله تقول بعدما تسلمين وتقول يا ولدي بعدما تسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم أسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والنجاة من النار ثم اسأل الله ما شئت من أمر الدنيا والآخرة سيحقق لك إن شاء الله والدتي نظرت نظر وقالت لو حقق هذا الأمر أنا هاتبح خروف طيب وهي جابت لحمة يعني إن كانت اللحمة ولكن الأولى يعني طالما أجابت إنه هو خروف كان لازم تجيب خروف إنما إن كانت اللحمة في مقدار يعني ثمن الخروف فهذا جائز إن شاء الله على بعض المذاهب الحج سع بقول صلاة في البيت مع زوجتي هل هي تعادل صلاة في المسجد أيما كان في حبس عشان خطر كورونا نعم يا حج سع تؤجر إن شاء الله وكأنك صليت في المسجد وتأخذ الدرجة كاملة درجة صلاة الجماعة ليس 27 درجة أسأل الله أن يتقبل مني ومنك يا ولد الحبيب أبوك بيبك عليك وبيعيط لك وبيقول لك تعالى صلي وإنت تقول لنا جاي وراك أنت هتروح وراه إمتى هتروح وراه القبر يا أخي الحبيب يا ولد الحبيب والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه يعني الشباب يموت من حولنا تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس وكم من صحيح وكم من صحيح مات لا من علة وكم من عليل عاش حينا من الدهري أنت منتظر أنك ما تصليش لغاية ما ملك الموت يجيلك يا حبيبي عجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون معنا الأستاذ بادر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم لك يا سيدنا الشيخ الله يسطرك يا حق بادر أنا ضغط العمر السال اللي فاتت وعملت أو عملت عمر لي وقد أصدت بشعر أنا بشعر خفيف خالص يعني تمام وقد أعملت عمر لي أعملت عمر لي أعملت عمر لي روحت التنعيم وأصدعه وأعملت له عمره برضو وحلقت بالمكانة تمام وعملت عمره لأبويا أنا كنت حلق بقى بالمكانة تمام هل كده تجوز اللي أعملت عمره بقى بالمكانة أنا لأسوز أحمد السلام عليكم ورحمة الله أسوز أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا حبيب ربنا استورك يا حج أحمد بقول لحضرتك يا حشيف فضل يا حبيب أنا زغتي عليها أيام في شهر رمضان تمام ماشي بس صحتها صحتها تعبانة يعني أنا بشوف صحتها كده فببناها عن الصيام بقول لها لا ما تصميش طب هي بتردع أو حامل لا ما بتردع عندها أنيميا أو قصور في الدورة الدموية آه عندها أنيميا طيب يا حبيبي حاضر عندها أنيميا وساعة ما تصمي يا شيخ ما بتفترش اللي هناك بعد العيش أنا ما بتجهز الفطر وكده ما بتفترش اللي بعد العيش تمام يا حبيبي تمام بس فده هو اللي منان عن صيامها تمام يا سلام حاضر يا حبيبي حاضر أجيبك إن شاء الله طيب معنا الأستاذ عم منعم السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عم منعم أيها سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا حبيبي رسل معك بقولت الشيخ تحت أمرك أنا أي حاجة في الواقع بتاعي في عشتي وأنا عيشها آآ بيفتكر حاجات وفي نفس الوقت بتحصل لي تمام يعني ممكن أفتكر أنا رايح مكان أواني في مكان بتتخيل كده بتتخيل يا حاجة عم منعم إن أنت رايح مكان وبعدين بتروحه نعم بتتخيل إن أنت رايح مكان وبعدين بتروحه بعد كده بالضبط كده وانا ما كنتش راسته قبل كده وزي كده بتقول لي لا أنت راسته بديته تمام بالرغم يعني إن أنا ما نتشمل ما ليش ملتزم في الصلاة برضه مم بس قبل خمس أولاد وفيهم اتنين ملتزمين في الصلاة لأنهم لسا صغار السن تمام طيب يا حبيبي أجيبك إن شاء الله معنا روان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لا سمعت كنت عايزة أسأل الشيخ بس سؤالي طيب تفضلي أسمعك أسمعك إن شاء الله تفضلي ماشي شيخ دلوقتي إحنا بقلنا من عشر سنين من رمضان يعني كل رمضان سبحان الله لازم يحصل حدثة حدثة يعني إيه عيل من عيالي يصاب أنا أصاب جزي يصاب بقلنا عشر سنعة كده ومع ذلك بنطلع لله وقبل ما بيجي رمضان بطلع بنيت لما حصل لناش حاجة في رمضان أبو سألاقي برضو حصل لنا حاجة بس أجي إيه ساب مش عارف حاضر يا مول الله مش عارف بيجي رمضان ببقى خايف وبطلع من قبلها يا شيخ حاضر يا مول الله تاني حاجة تاني حاجة يا شيخ دلوقتي إحنا في البيت بنلاقي نفسنا ما بيتقدمش خطوة يعني بنلاقي نفسنا إيه كل يوم مشاكل كل يوم كده نقدمنا خطوة نرجع وراء تاني وفي كتير يقولولي غيري العتبة تمام طب هو من العتبة يا شيخ ولا مننا ولا أجيبك يا مروان إن شاء الله أنت عندك أي سؤال تاني؟ إن شاء الله يخليك يا شيخ الله يبارك ربنا يستورك يا رب ربنا يستورك طيب معنا الأستاذ بادر كان بسنة العمرة فإن شاء الله عمرة مقبولة لك ولأمك ولأبيك إن شاء الله يا أستاذ بادر وأنسى الله عز وجل وأنسى الله عز وجل لأن ربنا يفتع علينا بيت الله الحرام وأن يرزقني وإياكم زيارة للبيت الحرام قل آمين آمين يا رب العالمين أنت ولي ذلك والقادر علي قالوا أستاذ أحمد زوجت عليها إيام وصحتها تعبانة وعندها أنمية أو قصور في الضورة الدموية أو بجي لها دوران ودوخة وزغلالة تعمل إيه يا عم الشيخ وأنا مش عايزها تصوب لأن هي حتى لو صامت بتفضل عشان تفتر لبعد العشاء أقول لك يا أستاذ أحمد إن شاء الله هناخده بيعني أخف المذاهب إن شاء الله وعليها إن شاء الله أنك تقضي عن كل يوم إطعم مسكين إطعم مسكين يعني مقدار شوف أنت بتفتر بإيه بتفتر بخمسة عشر جنيه بعشرين جنيه عن كل يوم إن شاء الله إطعم مسكين الأستاذ عم منعم بيقول لي أنا يا عم الشيخ أتخيل أن أنا في مكان وبعد كده أروح في الواقع بس أقول لك حيا أنت جاوبت نفسك أنت مش ملتزم بالصلاة فمن عليه الله عز وجل يقول يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيش طمضاك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جرب كذا يعني صلي قل يا رب وانت ساجد كذا استغفر ربك عز وجل والله الذي لا إله غيره قالها رسول الله إذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان وولى ساعة أنت ما تقول لا إله إلا الله لن يأتي إليك شيطان ويقول لك لا أنت رحت المكان ده قبل كده وما رحتش لأنه ممكن يعمل لك وسواس قهري فاتقي الله ودائما وأبدا حافظ على الصلاة إن شاء الله عندنا أم روان بتقول يعني بقلنا عشر سنين يا عم الشيخ في كل رمضان حدسة أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظ المسلمين أجمعين يا أم روان أنت عندك الحصن الحصين في سنة حبيبك النبي يعني عندك دعاء لو قلت هذا الدعاء وهذا الكلام لجميع المشاهدين الكرام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة أحد الصحابة قالوا له إل حاج البيت اللي قابلك اتحرك واللي بعدك اتحرك خلاص كده بيته إيه الله يعوض عليه قال ولكن بيتي لم يضره شيء أنت متأكد ليه كده قال لهم أعلم ذلك من رسول الله لماذا؟ قال لأن رسول الله قال إذا قال العبد إذا أصبح وإذا أمس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره مكروه إن شاء الله قالها النبي فحفظي على هذه الأدعية إن شاء الله البيت يا عم الشيخ كل مشاكل ما فيش بركة ما فيش بركة لأنه غاب الذكر غاب الاستغفار بتسمعي زي ألوان وزي قطران اللي ملت البيوت كذا وكذا وكذا من السحر والشعوزة يعني حول تسمعي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفري صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ستجدين الخير إن شاء الله يا أيها المشاهد الكريم يا أيها المشاهد الكريم نمازج مشرقة كان لها دور مع المسجد لأن قلبها علق في المسجد الفاروق عمر حكم المسلمين عشر سنين وستة أشهر وستة أيام في يوم من الأيام صعد المنبر وقال للصحابة رأيت في منامي كأن ديكا نقرني في رأسي ثلاث نكرات ثلاث نقرات فقال وما أرى إلا أن أجلي قد انتهى وفي نفس اليوم جاءه أبو لؤلؤ المجوسي يشتكي من الجزية قال له ما تعمل أنت صنعتك إيه شغلنتك إيه قال أصنع الرحى قال ما تدفع في الجزية قال دينار قال ليس بكثير لن ترين صاحب مهنة قال هل لا صنعت لي رحى سيدنا عمر بيقول له يعني خد فلوس وعمل لي رحى قال سأصنع لك رحى يسمع بها العرب والعجم فلما خرج قال الفاروق عمر الذي كان يرى بنور الله أرى هذا الكلب قاتلي الرجل ذهكتني وفعلا لم تمضي إلا أيام وكان في صلاة الفجه وقرأ في الآية في الركعة الأولى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون عندما سجد جاء أبو لؤلؤ المجوسي بخنجره المسمم وطعنه ثلاث طعنات ثم قتل سبعة من الصحابة ثم نحر نفسه فإذا بالفاروق عمر يستخلف سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثم يحمل إلى داره مغم عليه حمل الأسد إلى عرينه فلما أفاق قال لهم أصل المسلمون قالوا نعم أكملوا صلاتهم قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم قال من قتلني قال عبد مجوسي اسمه أبو لؤلؤ المجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد رجل سجد لله سجد إنما الحمد لله أن جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجد ثم قال يا عبد الله يا ابن عمر قال لبيك يا أبي قال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك ولا تقل أمير المؤمنين لأني لست اليوم أميرا للمؤمنين قل إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر فذهب إليها عبد الله بن عمر فوجدها تبكي السلام عليك يا أم المؤمنين قالت وعليك السلام ما حال أمير المؤمنين قال ينازع الموت وهو يستأذنك أن يدفن بجوار أبي بكر وبجوار رسول الله قالت والله كنت أريد هذا المكان لنفسي واليوم لأوثرن به عمر على نفسه فعاد فلما رأى ولده قال ماذا قالت لك يا ولدي قال أبشر يا أبي وافقت أن تدفن بجوار الحبيب محمد أتدري أنها دعوة عمر أنها دعوة عمر كان يقول اللهم ارزقني الشهادة في بلد حبيبك وفي محراب رسولك وفي مسجد نبيك فمات في المحراب رجل قلبه معلق بالمساجد وهذه صورة أختم بها إن شاء الله سابت ابن عامر ابن عبد الله ابن الزبير هذا الرجل الذي كان يصلي وكان يسكن بجوار مسجد رسول الله وكان يسمح حي على الصلاة حي على الفلاح فيلبي فإذا به أصابه المرض بعدما كان عمره بضع وخمسين عاما فلما أراد سمع أذان المغرب حي على الصلاة حي على الفلاح فأراد أن يقوم فوقع على الأرض فناد على أولاده وقال يا أولادي احملوني حتى أصلي المغرب في مسجد رسول الله يا أبانا عذرك الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج قال لا أبا لكم أسمح حي على الصلاة حي على الفلاح ولا ألبي في مسجد رسول الله فأخذ يتهادى بين أولاده حتى أوقفه في الصف الأول فإذا بالإمام يكبر فكبر معه ولما كانت السجدة الأخيرة قام الإمام وقام المأمومون إلا رجل واحد لم يقم إنه ثابت ابن عامر ابن عبد الله ابن الزبي مات وهو ساجد لأنه كان يقول اللهم أمتني ميتة حسنة اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فأعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره اللهم ربي لنا أولادنا اللهم احفظ شبابنا اللهم احفظ شبابنا اللهم ارزقنا قبل الموت توب وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله